النوبة التونسية هو قالب موسيقى تونسي نحن عن نوبة تونسية تقليدي هالي وغنائي. علش هالي وغنائي دجاه هو القالب الوحيد لالي وغنائي في نفس الوقت على حافظ فيه قسم الالي وقسم غنائي. القسم الالي هو مجموعة من المعصوفيات والقسم الغنائي يتكون من مجموعة من الموشحات والاسجال. اه تبنى النوبة اشنية خاصيتها? تبنى على اطباع واحد وتسمى باسمه فنقول على سبيل المثال مثلا نوبة الحسين نوبة المزمون نوبة الاصبعين نوبة الرزد نوبة النوائل الاخرية. تتنوع على الاقاعات المستعلة في النوبة الواحدة وتختلف ساعتها. ويضم تونسي ثلاثة النوبة سجلتها وداونتها اه المعذر رشدي. اقسام النوبة الاستفتاح وعض الجماعي تفتحوا به النوبة يبرز وخاصية اطباعه ويكون موزونا وغير الموقع. المسادر ادليم معنى. المسادر مقدمة جملة موسيقية. تصير على وزن المسادر. التوق. جملة موسيقية وزنها ستة ثمانية. جملة موسيقية اه وزنها ثلاثة ثمانية. بعد دخول لبيت. اه هي جملة موسيقية مهد للغناء. تبدأ برول ومبعض البطايحية. رميا للبيت يبدأ اهناء للغناء. حيث يغنى بيتين من الشعر الفسيح. بعض فارغت البطايحية. جملة موسيقية تماهد لغناء البطايحية. البطايحية كما نعرفوه وزن. الفارغة عليش اسمها فارغة تحطرها فارغة من الغناء. ما فيهاش كلمة تلك عليش اسمها فارغة. البطايحية هي موجوع بعد. البطايحية مجموعة من الموشيحات والاسجاد على ابتاحي. وبعد الجي التوشية. وهي القطعة الموسيقية الوحيدة في مقام مغاير لمقام النوبة الاصلي. وفي ويدخل لها استخبار. معناها اللي حكينا عليهم الكل. ولي باش نزيد ونحكيه عليهم الكل بعد التوشية. في مقام النوبة. كما اقول مثلا النوبة المزموم معناها هادم الاجزاء الكل. في اطباع المزموم. التوشية هي الوحيدة اللي قطعة صغيرة. ما هياش في اطباع متاع النوبة. بعض التوشية يجيوا البراول وهي مجموعة من الموشيحات والاسجاد. آآ وزنوا من دخول براول وبرول. بعد فارغة الادراج. جملة موسيقية تمها لعناء الخفيف. الوزن هو الخفيف. وبعد الخفيف اللي هي مجموعة من الموشيحات والاسجاد. تصير على الوزن الخفيف. وخيتاما واخيرا الاختام. وهي مجموعة من الموشيحات والاسجاد تصيره على ايقاع الختم. زدت ملاحظة قلت لحنة خميس ترنان في قالب النوبة معنى هذا هذا الشكل متاع نوبة لحن فيه خميس ترنان نوبة لكن في مقام النهواند الشرقي. وسمناها نوبة الخضرة اللي منها مثال ايها المولة واللي نقاها في مقام النهواند.